السلطات التعليمية في مأرب أن أكثر من 1500 طالب نازح فقدوا وثائقهم لسبب الحرب والتشرد بينما شهد ما يزيد عن 20 ألف طالب وطالبة في مخيمات نزوح تسربا من مقاعد الدراسة لأسباب كثيرة أبرزها عدم قدرتهم على شراء مستلزمات الدراسة وانخفاض الوعي لدى أسرهم كغيرهم من أطفال العالم يحلمون بمستقبل تعليمي أفضل لكن واقع الحال لا يبدو أنه سيحقق لهم ما أرادوا نتيجة الدمار والتهجير هنا في أكبر مخيم للنزوح في اليمن كانت الحمزة الدوعشي بالأمس أحلام كبيرة لكن ظروف الحرب والتشرد حولت أحلامه إلى كوابيس أليمة وهو نازح ضمن 1500 طالب من النازحين في مأرب فقدوا وثائق الدراسة بحسب إحصاءات رسمية لي منقطع عن التعليم أربع سنوات بسبب انقطع الوثائق وغير وجودها يعني نحس صحيح أن نحس بالحزن والحسرة عندما نشوف زملائنا الطلاب يسير يدرسوا من هنا الصباح يعني موقف مؤسف جدا تشير السلطات التعليمية إلى أن أكثر من 50 ألف طالبا من النازحين التحقوا بالتعليم فيما بلغ عدد الطلاب النازحين المتسربين من التعليم نحو 22 ألفا بلغ عدد الطلاب الذين بدون وثائق 1500 طالب وطالبة وقد بلغ عدد الطلاب الذين لم يلتحقوا بالعملية التعليمية أكثر من 20 ألف طالب وطالبة شباح التسرب المدرسي يهدد الأطفال من مقاعد الدراسة وينقلهم إلى سوق العمل مبكرا ويبدو أن ليس هناك في الأفق إجراءات رسمية حقيقية لمكافحة أسباب ظاهرة التسرب ومعالجة آثارها الغلاء وفقر الحال والانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد بالإضافة إلى عدم دعم المنظمات الدولية للقطاع التعليمي للنازحين هي أسباب جعلت مهمة تأمين مستلزمات الدراسة صعبة للغاية عمر المقرمي العربي مأرب